السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة نتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا وهنتناول فيها أهم الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب وإيه هي المواد الفعالة المستخدمة لعلاج الاكتئاب ويريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول بس قبل ما نتكلم عن الأدوية لازم تعرف إيه هي أهم النظريات اللي فصلت الاكتئاب أول حاجة الجينات والعلماء لقوا أن فيه أربع جينات هم المسؤولين عن حدوث مرض الاكتئاب لحد دلوقتي وفي الغالب لو الشخص ما عندوش الأربع جينات دول بيكون أقل عرضة لحدوث مرض الاكتئاب تاني حاجة ودي اللي على أساسها بندي أدوية الاكتئاب وهي نظرية البيوجينيك أمين أند ريسيبتور سيري ودي لقوا فيها أن مرضى الاكتئاب بيكون عندهم نقص في بعض المواد زي النور أدرينالين والسيراتونين والدوبامين وكمان لقوا أن الريسيبتورز أو المستقبلات الخاصة بالسيراتونين زي 5HT2C وال5HT2A زيدة جدا عن المعدل الطبيعي وفي نظريات تانية كتير بتفسر مرض الاكتئاب لكن تعتبر دي أهمهم وزي ما قلنا دي اللي على أساسها بندي العلاج هنبتدي بأول عائلة معنا النهاردة وهي عائلة المونوامين أكسديز انهيبتورز أو الماو انهيبتورز ودي تعتبر من العائلات القديمة ومش بتستخدم قوي والعائلة دي بتقلل من الاكتئاب عن طريق أنها بتعمل انهيبشن للماو انزايم وده بدوره بيؤدي إلى زيادة المونوامينز اللي هم النور أدرينالين والسيراتونين والدوبامين ودول بقى لما بيزيدوا بيقللوا من أسار الاكتئاب عند المريض خد بالك أن العائلة دي مش بتستخدم إلا تحت الإشراف الطبي بس أول مادة فعالة معنا النهاردة وهي ترانايل سايبرومين والمادة دي بتنزل بتركيز واحد بس وهو إلى 10 ميلي جرام وهتلاقيها في دواء واحد بس وهو البارنيتيل وده طبعا جرعته ووصفه بيكون تحت الإشراف الطبي بس تاني مادة فعالة معنا وهي السيليجيلين والمادة دي بتنزل بتركيز 5 ميلي جرام و10 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الباركنست والتونس واخد بالك أن المادة دي بتكون سيليكتف أكتر على الماء وبيه وبتقفله عشان كده أجلى بالدكاترة بتكتبه لمرض باركنسون أو شلال الرعاش أكتر ما بيكتبه لإكتئاب وطبعا جرعته ووصفه بيكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي لي المادة اللي بعد كده وهي الرازاجيلين وده بتنزل بتركيزات 0.5 ميلي جرام و1 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الدوبا منست والباركن تريد والمادة دي برضو زي السيليجيلين بتستخدم أكتر لمرض باركنسون أو شلال الرعاش وطبعا بتكون تحت الإشراف الطبي بس خلينا بقى ننتقل للعيلة اللي بعد كده وهي عيلة التراي سايكليك أنتي دي بريسنت والعيلة دي بتقلل من الاكتئاب عن طريق إنها بتمنع الري أبتيك بتاع السيراتونين والنور أدرينالين وده بدوره بيؤدي إلى تراكم النور أدرينالين والسيراتونين في السينابتك سبيس والبراين تيشو وبالتالي هيقلل لي من أصار الاكتئاب عند المريض واخد بالك إن العيلة دي برضو بتكون تحت الإشراف الطبي بس أول مادة فعالة معنا وهي الإميبرامين والمادة دي بتنزل بتركيز 25 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الإميبرامين والتوفرانيل وطبعا ده جرعته بتكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي ليه المادة اللي بعد كده وهي الإلكلوميبرامين وده بتنزل بتركيزات 25 ميلي جرام 50 ميلي جرام 75 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأنافرانيل الأنابرامين والسوبرانيل وده طبعا جرعته ووصفه بيكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الأمي تريبتيلين والمادة دي بتنزل بتركيزات 10 ميلي جرام 25 ميلي جرام 50 ميلي جرام و75 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأمي تريبتين والتريبتيزول وطبعا الأدوية دي بتكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي ليه المادة اللي بعد كده وهي الدوثيبين أو الدوسوليبين والمادة دي بتنزل بتركيزين وهم الـ 25 ميلي جرام والـ 50 ميلي جرام ودي هتلاقيها في دوة واحد بس وهو البروثيادين وطبعا جرعته بتكون تحت الإشراف الطبي بس خلينا بقى ننتقل لعيلة مهمة جدا وهي عيلة Selective Serotonin Reuptake Inhibitor والعيلة دي بتقلل من الاكتئاب عن طريق إنها بتمنع الـ Reuptake بتاع السيراتونين بس وده بدوره بيؤدي إلى تراكم السيراتونين في الـ Brain tissue وبالتالي هيقلل لي من أصوار الاكتئاب عند المريض والعيلة دي جرعتها ووصفها بيكون تحت الإشراف الطبي أول مادة معنا وهي الفلوكستين ودي بتنزل بتركيزات 10 ميلي جرام 20 ميلي جرام 40 ميلي جرام 90 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي ودول طبعا جرعتهم ووصفهم بيكون تحت الإشراف الطبي بس نيجل المادة اللي بعد كده وهي الباروكستين والمادة دي بتنزل بتركيزات 20 ميلي جرام 40 ميلي جرام وفي منها تركيزات CR وبتكون 12.5 ميلي جرام و25 ميلي جرام و37.5 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الديبانكس البروكسي ديب البروكسي ديور إكس إل البروكستين والباكستين والسيروكسات والزاندول ودول طبعا جرعتهم بتكون تحت الإشراف الطبي بس نيجل المادة اللي بعد كده وهي السيرترالين والمادة دي بتنزل بتركيزات 25 ميلي جرام و50 ميلي جرام و100 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأجريلوسيت الديبرستيت اللوسترال المودابكس الأوبيرالين السيرليفت السيربوس السيرترال السيرترالين والسيسيرين ويسيرتر ويسيرتر ودول طبعا جرعتهم بتكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي ليه المادة اللي بعد كده وهي السيتالوبرام والمادة دي بتنزل بتركيزات 10 ميلي جرام و20 ميلي جرام و40 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي السيروبرام والسيبرام والسيبرامكس والسيتالو والسيتالو فار والديبوي والديبرام والليسيتال والبيوراست والرامديب والسيدوبرام والتالوبرام ودور جرعتهم بتكون تحت الإشراف الطبية بس نيجي ليه المادة اللي بعد كده وهي الاسيتالوبرام والمادة دي بتنزل بتركيزات 5 ميلي جرام و10 ميلي جرام و20 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في سوق منها هي ودور طبعاً ودور جرعتهم بتكون تحت الإشراف الطبية بس خلينا بقى ننتقل لآخر عائلة معانا النهاردة وهي عائلة الاتبيكل أو الهيتيروسايكلك أنتي دي بريسنت والعيلة دي المواد اللي فيها مش بتشتغل بنفس المكانزم بمعنى ان فيها مواد بتكون نور أدرينالين أنت سيراتونين re-abtake inhibitors زي عائلة التراي سايكلك أنتي دي بريسنت بس الفرق هنا ان التراي سايكلك أنتي دي بريسنت بتمنع الري اوبتيك بتاع النور أدرينالين والسيراتونين بشكل كامل إنما المواد اللي عندنا هنا بتمنع الريابطيج بتاع النور أدرينالين والسيراتونين بشكل جزئي عشان كده مش حطينا المواد دي مع عيلة التراي سايكليك أنتي دي بريسانت وأهم المواد اللي بتشتغل بالطريقة دي هي الفيلنا فاكسين ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 37.5 و75 ميلي جرام و100 ميلي جرام و150 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي وطبعا جرعتها بتكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الدس فينلا فاكسين ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 50 ميلي جرام و100 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البيدريمين، البرزمافين، البرستيمود، البرستيك، والفينلا تروب ودي جرعتها ووصفها بيكون تحت الإشراف الطبي بس نيجي لي المادة اللي بعد كده وهي الدولوكستين والمادة دي بتنزل بتركيزات 20 ميلي جرام، 30 ميلي جرام، و60 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأدويتين، السيمباليتا، سيمباتيكس، الديبريتريف، والدولوكسبرين، والكرباليتا، والنرفاليتا وخد بالك إن الدولوية ده برضو بيستخدم لعلاج النيروباتي أو التهاب الأعصاب وطبعا جرعته ووصفه بيكون تحت الإشراف الطبي بس كمان عائلة الأتيبكال أنتي ديبريسانت فيها مواد بتشتغل كريسبتور بلوكرز زي مثلا إنها تقفل 5-HT-2C ريسبتور وال5-HT-2A ريسبتور ودي هتلاقيها في مادة زي الترازودون والمادة دي بتنزل بتركيزات 50 ميلي جرام و100 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي التريتيكو وجرعتها بتكون تحت الإشراف الطبي بس أو ممكن تلاقيها في مادة زي الميرتازابين بس دي بقى بتقفل الـ Alpha-2 ريسبتور وال5-HT-2C ريسبتور ودي هتلاقيها بتنزل بتركيز 30 ميلي جرام وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الميرتيماش والميرتوفيوتال والريميرون والزابي ميرت ودي طبعا جرعتها بتكون تحت الإشراف الطبي بس وبكده نكون لخصنا شرح الأدوية المضادة الإكتئاب والموجودة في الصادلية كاملة وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي وإنك تشعرها لكل زميلك علشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كثير جدا في تدريبه مصدري وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وقيته إليك والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر